اشتركوا في القناة طاقة وحرية الملاحة الدولية وشدد المجلس على اهمية حشد وتعبئة كافة الموارد والطاقات للوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنيين وافشال المخططات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي تستهدف ايقاف عجلة الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة والجهود الرامية لتحسين حضور اليمن على الصعيدين الاقليمي والدولي واكد المجلس والحكومة مجدداً التزامه باستمرار دفع رواتب الموظفين والعمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الاساسية استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين وتطرق اللقاء إلى المستجدات الجارية في اليمن على ضوء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في رفض كل فرص الحل السياسي والدور الصيني الداعم للشعب اليمني وحكومته الشرعية والتدخلات المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية مشيرا إلى وجود فرص حقيقية لشراكة مع الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية في كثير من الجوانب بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق لافتا إلى أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لليمن وأهمية تفعيل الخطط المشتركة في المجال التنموي والتي توقفت جراء الحرب وبينها مشروع بناء الرصيف البحري لميناء عدن وتعميق الميناء ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتسهيل التجارة وذلك لمناقشة التوجهات والسياسات العامة لعملها لتحقيق الأهداف من إنشائها خاصة في ضمان السلاسة تدفق الواردات التجارية إلى اليمن واستعرض الاجتماع المهام والأولويات الماثلة أمامها في إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها والإسهام في تحسين بيئة الأعمال وإبداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشأن الإصلاحات الإدارية في المنافذ وأقرة اللجنة التي تضم في عضويتها وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمهوريين وشركات الملاحة والتأمين عددا من الأولويات للعمل عليها خلال الفترة القادمة استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح برهان وزير الدفاع الفريق الركن المحسن الداعري الذي سلمه رسالة من أخيه فخامت الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وفي اللقاء رحب رئيس مجلس السيادة بوزير الدفاع والوفد المرافق له مؤكدا على عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والمضي في بذل كافة الجهود للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته حتى يعم الأمن والاستقرار بدونه ثمن وزير الدفاع التضحيات الكبيرة للشعب السوداني الشقيق في إسناد اليمنيين إلى المعركتهم العربية في مواجهة المشروع الإيراني المتمثل بميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا أن هذه الدماء تزيد من توطيد العلاقات الأخوية المتقدرة بين البلدين الشقيقين جرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل لإقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العاصمة المؤقتة عدن ووقع الاتفاقية من جانب بلادنا وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس ومن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في الشركة المهندس فواز المحرمي وتنص الاتفاقية على إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات في الساعة وإنشاء خطوط النقل ومحطة تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة بالإضافة إلى عدد من البنود الخاصة بالشروط والالتزامات بين الطرفين الموجز انتهى أنتم الوطن بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر